اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضروري. إنت اكتشفت هالشيء وليش؟ بصراحة بقلك موضوع الأعمال وشغل بارات لبنان فتح لنا بواب كتير كبيرة اللي بتتعلق بالعلاقات مع الناس. اليوم ارتقينا نحنا وشفنا أنه المصانع مفيدة والبناء مفيد. ولكن الحرب الأساسية اليوم إذا بدك مش الحرب بالقتل بالقتل. التنافس يعني العالمي. هي معظمة على الديتا. كل المواقع التواصل الاجتماعية اللي قاموا فيها الغرب اللي بنوها مثل فيسبوك مثل تويتر مثل انستاجرام مثل سمال ويرلد. كل هيدول المواقع التواصل الاجتماعية. ومنا كمان التطبيقات اللي على الهواتف الزكية مثل واتساب مثل فيبر. هي كانت لسبب واحد أساسي. هي جمع المعلومات والديتا. للأسف الشديد اليوم كعالم عربي ما عنا مصدر واحد لجمع الديتا بالدنيا بالقليلة عن حالنا بالأول. وبعدين عن العالم وعن بقوة المنافسة. ارتقيت انه للضرورة القصوى انه اليوم نحنا يكون عنا موقع تواصل اجتماعي. لقلنا الديتا تعيته محفوظة عنا هذا بساعد لحماية مجتمعاتنا واحد. اثنين هذا بساعد لتقدم مجتمعاتنا نحنا. هلا صحيح ان احنا موجودين على مواقع تواصل اجتماعية امريكانية مواقع تواصل اجتماعية اوروبية. ولكن انت مخترق بكل جوانب وبكل الاسبكت تعيتك. يعني اليوم اي شخص بالدنيا بيقدر بيتعرف على اي شخص تاني بالشارع يكتب اسمه على فيسبوك بيطلع كديركتوري بيطلع موجود عنده حتى لو ما بيقدر بيفوت لعنده. انما صاحب مواقع التواصل الاجتماعي. عنده ديتا كاملة متكاملة عنك. كاملة متكاملة بيعرف مين صحابك. انت شو الترنز تاعتك. انت وين تاكل وين تشربه. بيعرف شو اسباب التقارب من الاشخاص التاني. هدا كله ديتا بيقدر بيستعمل. شو بيجمعك فيه. شو بيجمعك فيه. صحيح. هدا كله بيساعد انه يقدروا يبيعوك سلع اكتر بكتير. لانه مثلا شخص بيتهمه السيارات بيوجهه باتجاهه ادفورتايزن اسمه تارغيت ادفورتايزن بتعلق بالسيارات مثلا. لانه بيعرفوا انه هو بيعمل شير للبيجز اللي بتعلق بالسيارات. بيشوفوا انه هو بيهتم بامور السياسي يعملوا ادفورتايزن لصفحات السياسيين. فهدا بيساعدهم انه يدخلوا على بيتك. حقيقة بيدخلوا على بيتك. ونحنا لليوم كل الشركات تاعتنا ما عندها هايدي الديتا لتقدر تبيع لمستخدميننا العرب. يعني مثلا. بس انخلد انت شايف ان هدا شيء ايجابي. هيدا الشق الايجابي. بس المشكلة انه ما احنا ما عنا ايه. صحيح. صحيح. طبعا. طبعا اكيد. نحنا ما عنا ايه لا نقدر نستفيد منه. وهيدي مشكلة كتير كبيرة لشركاتنا. مصبوط نحنا عنا شركات ادفورتايزن بس نحنا ماخرين كتير. نحنا لليوم ما منعرف الترند طبعا اللي عمرهم 17 سنة بلبنان مثلا بيحبوا ياكلوا لأي نوع صنف بيتزا لأي نوع صنف بيتزا تاني صنف بيرجر عن اي صنف بيرجر تاني لليوم بكل العالم العربي. انما بالولايات المتحدة باوروبا بيكفة انه عندهم استاتيستيك تبع الديتا هادي اللي بتقوم بيرجر كينج او اي شخص تاني او ما بدنا نسميهم عن هوا ما تويخزيني. بشراء هادي الديتا من فيسبوك. يعني الهدف الاساسي هون هو الاعلان الموجه او تارجتد يعني. هيدا قسم منه. والقسم التاني هو قسم امنى اللي بتعلق بالامن عند الناس. نحنا لو عنا مواقع تواصل اجتماعي. قوي. تربط جميع العرب. كانت الجرائم اقل. وكانت كشف الجرائم اسرع. وكشف كل شي بيتعلق مثلا بخلايا ارهابية او لاي سبب من الاسبال. ليش كانت الجرائم اقل. اها. لانه مثلا في امثال حية على فيسبوك. شخص قال انا بدي اقتل مرتي. هيدا يعتبر بالولايات المتحدة اخبار عند الدولة. وبتقوم الدولة بتوقيفه. والانسان بيطبعه. بيعبر عن نوايا. فيسبوك بلاتفورم لتعبر عن نواياك. طيب اكتر من هيك. بدي اخد الشق العربي. عنا متل ما بتعرفي للأسف الشديد نحنا اليوم بلبنان. عم يحصل عنا تفجيرات. فيه اشخاص كانت عم تدخل على مواقع تواصل اجتماعية. منها فيسبوك ويوتيوب. وتتواصل بين بعضها. وتقول لبعضها انه انا راح قوم بهيدا التفجير بهيدا المحل وشيفناها باحد التفجيرات. لو انه نحنا موجودة هيدا الدياتا عنا. كنا قمنا بالتوقيفات اسرع بكتير. بس انا عم تصلنا للمعلومات. ما هيك ما باعرفه. يعني نحنا ازا متل ما عم بتقول. عم يكون كي التواصل عم يقدر نشوف هال. عم بيحكي الباك أند الباك أند اللي بيفرج كل شي حتى لو منك فرنز يعني شخص كالشركة الشركة بتملك هيد المعلومات كلها من أولا لآخرة يعني انت كتبت بوست هيدا البوست ببين إنه كاتيا كتبت البوست لفلين بعتدت له برايفوت مسج لفلين عم بتقول له فيه إنه هيك 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 وهيدا كله رايد فلاج طب هيدا نحن بنعتبره يعني اقتحام للبرايفوسي أو للخصوصية طب والأشخاص بيكون اكتحام للبرايفيسي وللأشخاص صحيح لما أنت بتقومي باستعمال هيدة الداتا وبيعها إنما ما بيكون اكتحام للبرايفيسي لما يكون عم تستعمليها للمنفع العامي المنفع العامي الأساسي اللي هي سلامتك وسلامت وسلامت أولادنا وهيدا موضوع مهم جدا هذا الشق عم نحكي طبعا الشق الأمني منه إنما كمان الشق الادوريزينج منه هو ضروري جدا أول شي لنقدر نبيع الشغلة اللي الإنسان بدوا إياها الإنسان العربي بدوا إياها وبأقل تكلفة ممكنة حتى هذا بيساعد الأشخاص اللي عايشين باللبنان أو بالعالم العربي إنه يقوموا باختيار أمور بطريقة أسلس وأقل كلفة حكيتني قبل الهوة عن استاتيستيكس وحبت هالموضوع لأن استاتيستيكس عطول يعني السؤال بأي مجال أو بأي يعني ميدان دايما السؤال إنه هل هالستيكس الصحيحة أو هل يعني منقدر نوسق فيها أو ما منقدر نوسق فيها وهل هي متحيزة ولا هون بيصير عنا مجال أكبر ليكون في مصدقية طبعا لأنه رح تكون الإحصاءات مبنية على أراء الناس مباشرة ما حتكون إحصاءات صحيح إنه الإحصاءات اللي عم بيقوموا فيها ما بدنا نقلل من قيمة الستاتيستيكس اللي بيقوموا فيها الناس إنما بيكون على نطاق أوسع على نطاق أوسع بكتير وبتوصل أكتر وبعدين للأشخاص المعنيين يعني أنا ما فيني أنزل بالشارع أسأل شخص بيشتغل بالخدرة شو رأيه بزعيم سياسي طبعا أنا ما بيشتغل بالخدرة ما شغلته يتسأله عن زعيم سياسي إنما لما بتكوني أنت عم تعملي على موقع تواصل اجتماعي عم تسألي أشخاص مش كل شخص رح يجي جاو على السؤال إلا اللي مهتم بالسياسي حقيقة مهتم بالسياسي فهيجاوبك ونحن قدمناه بالستاتيستيكس اللي موجود على على بي بلس هو إنه عطينا موتيفاشن للناس اللي هو تحفيز حفزنا الناس إنه لما أنت بتجاوب على استاتيستيك أنت بتاخد بلس ومتل ما الكل صاروا بيعرفوا إنه آخر الشهر شخص اللي عنده أكتر شي بلس بيربح ألف دولار سعمية وخمسين وخمسمية دولار وإلى آخرين بنفس الوقت هدا موضوع منه موجه بس فقط للسياسي هدا موضوع كمان موجه للأدفتايزنج أنا إذا بإشيل عندي أي شركة أدفتايزنج أي شركة من كبرى الشراك بتسأل سؤال لتعرف مثلا أي نوع سيارة عم يشتروا من عندها هدا عبارة عن ملتبل كوستنج المهم إنه أنا بقدر بقلك أبديش عمره الشخص اللي جاي اللي صوت على الستاتيستيك شو الترنت تعيته شو اللي واته السكس إز فيميل ميل عمره بيشتغل ما بيشتغل كل هدا ديتا مهم جدا بتتقدم من الشركة بس مش مع الأسماء إنه للشركة اللي قامت بالأدفتايزنج يعني مثلا ميت شخص قاموا بالتصويت على هدا الموقع الأسماء مخفية إنما الترند إنه 30 بالمئة منهم بعمر 30 سنة للخمسين سنة عشرين بالمئة منهم عمرهم من الخمسين للسبعين خمسين بالمئة منهم تسيب تعرف جمهورك يعني تسيب تعرف كيف بدك تتوجه له بأي طريقة بأحسن طريقة ممكنة واللي أهم إن أنت بتعرف جمهورك ستبتعرف ويني عاطة الضعف عندك هاي دي الأساسية غير الفيزيباليتي ستاديزي اللي ممكن كونوا عم يعملوا لا أنشاء بناء على هايك أمور أنا اللي بدي إليك إنه نحنا للأسف الشديد إنه سألتيني ليش تتعمل هيك شغلة رجال العمل رجال الأعمال العرب ما عندن هالرؤية بعد وما عندن هال يعني ما عندن هالنظرة إنه لازم نعمل انفستمت بهيك موضوع فيه رجل أعمال عربي واحد قام بإنفستمت بموقع تواصل اجتماعي لأنه بيدرك وأدرك تماماً ليش لازم يكون عنده لفردج وقوة بهيدي الشركة وهيدا كان من يعني كان فعلاً أنا أنه عنده هالفكر أما باقي رجال الأعمال العرب عندنا مليارات الدولارات اللي عم تنصرف على البناء على العمار يلي ما له معنى حقيقة الحقيقة إنه لازم ينبنى مصانع بالعالم العربي للإنتاج إنه يصير الإنتاج إنتاج محلي من سيارات لكل التكنولوجيا الموجودة اليوم بالدنيا ليكون عندنا بالقليلة شوية استقلالية واللي أكتر من هيك لازم يكون عندنا مواقع تواصل اجتماعية لنقدر نحارب لنقدر نحارب لأنه اليوم الحرب المعلوماتية هي الأساس أنا أي شخص موجود اليوم على تليفونك مين مننا من نحامل آيفون أو سمارت فون التراكينج ديفايس اللي موجود بكل تليفون بكافة أنت تعمل تشاك إن أو بلا تعمل تشاك إن أنت بنظر أجهزة مخابرات عالمية بيعرفوا أنت وين على بعد متر ونص طيب نحنا شو عنا شو قادرين نعمل لنحمي حالنا بالأول يعني بسبب المشاكل الموجودة عنا بالعالم العربي وما في أكتر منها شو عنا كتكنولوجيا شو قادرين نعمل اليوم أي دولة بالعالم العربي شو قادرة تعمل لتوقف عمل إرهابي بيصير ببلدها بطال الأشخاص العايشة بهذا البلد ما عنا شيء حقيقة ما عنا شيء وهذا الشيء بالوقت الحالي كوارسة بالعالم التكنولوجيا أنت رح تعمل كل الفرق؟ أكيد أو نسبة من الفرق؟ اليوم فيسبوك انصرف عليه أكتر من 256 مليون دولار بالديبيوت تعيته صار مسروف على فيسبوك بما ينفوق مليار و 400 مليون دولار برأيك أنت ما في سبب أنه صار 20 مليار و 400 مليون دولار إلا لأنه الناس تتواصل سوا لليوم بيقولوا أنه فيسبوك ما عمل مصاري حقيقة من شان هيك لما طلع الـ IPO طبعه public نزل السهم طبعه من 70 دولار لـ 40 دولار لأنه شايفوا أنه ما عم يدخل المصاري يعني دخلت انفستورز فيلودت انفستورز على أساس أنه أنت دخل وتعمل مصاري من وراء أنه حيطلع السهم بعد أكتر من هيك لأنه شركة ضخمة الحقيقة أنه هي شركة ضخمة لجمع المعلومات وليست شركة ضخمة لإنتاج المصاري هلأ نحن في بي بلاست زدنا شغلة أساسية هي لسماح أن الشركة تقوم بإنتاج المال عبر تحفيز المستخدمين على الموقع التواصل الاجتماعي بالدخول إلى بي بلاست وفي نفس الوقت تحفيز المستخدمين إلى أن الإنسان يحضر الدعايات على بي بلاست بهذه الطريقة سكرنا هذه اللوب وسمحنا أنه يدخل مصاري أكتر بإنتاج المستخدمين على الويبسايت حضرتك حكايت عن واتساب أنه بي بلاست تشترى واتساب صحيح؟ فيسبوك تشترى واتساب بـ 19 مليار دولار يعني كل إنسان 43 دولار لأنه عنده حوالي 420 مليون يوزر 43 دولار رقم خيالي ليشترو الداتا تعيتك أنت برأيك أنه كل المحادثات اللي عمتشين على واتساب هي مراقبة ولا لا؟ طبعا فيبر كل المحادثات اللي عمتشين على فيبر مراقبة إذا إنسان ما عنده شي خافه وإنسان طبيعي مثلي ومثلك وبيعمل يعني بالعمل الطبيعي ما عنده مشكلة طبعا بالبزنس قديها الشغلة مفيدة وبالعلاقات لأنه هيدا يلي كمان شغلة كثير بتهمنا حاليا لأنه كل الناس عم تقدر تتواصل مع بعضها بسرعة وبطريقة كثير عملية وهيدا يلي بيقدر يطور الأشغال أهلا بالبزنس وبالعلاقات الشخصية صار في كثير مواقع تواصل الاجتماعية طبعا لنا مواقع تواصل الاجتماعية ضخمة فمن هيدا الشئ أورادي موجود السيرفس السيرفس أورادي موجود ولكن هيدا الشئ كمان لما أنت بيكون تعرفي حالك أنه مواقع التواصل الاجتماعية اللي عنده كل داتا تاعتك مش موجودة بأيدين صديقة قووت انقووت هيدا الشي بيخوف بخوف جدا أنا ما بنا نخوف الناس بس الناس صارت بتعرف ما بقفي حدا ما بيعرف أنه كل هيدا الأمور مراقبة ولكن مراقبة مش عنا مراقبة عند إذا بدك عدو بأول وقت يعني هيدا الشي اللي ما في عنا عليها كنترول أنه مراقبة وينما كان أبدا اللي عم تطرحوا أنه المفروض نحنا كمان نكون عم نقدر نعرف كل شي عن الآخرين مشان هيك الصين كانوا عاملين بلوك لفيسبوك مشان هيك التركية السعودية حاولت تعمل بلوك الواتساب والفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعية حطوا فايرولز ليمنعوا هيدا المواقع التواصل الاجتماعية ولكن خلص دخلت على الناس والناس حطت الداتا تعيتها الطريقة الوحيدة اليوم لحماية الناس عنا هو أنه ننشؤ موقع التواصل الاجتماعي وهيدا الموقع التواصل الاجتماعي يقوم بسحب المعلومات من هيدا من هيدول المواقع التواصل الاجتماعي لهذا الموقع التواصل الاجتماعي ساعتها بينقطع الترند يعني الديتا لازم تظل ابدات مش كل يوم انا لازم اعرف الاشخاص اللي موجودين على المواقع التواصل الاجتماعي شو الترند بتاعتهم لانه ترند بتتغير اذا قطعت المعلومات عن هاي دي المواقع المواقع اللي موجودة بايدان غير صديقة اتعطيهم عن المعلومات وبنفس الوقت بقيت السيرفز اللي بدي كيه للتواصل موجود انما بايدان امينة خلد ممتاز مدير موقع بي بلاست دوت كوم اهلا وسهلا فيك يلي حب اكيد يعرف اكتر بيفوت على هالموقع وبياخد تفاصيل شكرا لالك شكرا لالك شكرا لالك لاستضافتك لالله وعلى امل انه بالمستقبل انه نتقدم اكتر بهذا المجال خاصة معنا بتكنولوجيا شكرا لالك مشهديني نواقفها لهم نشعر من تباعة لايف